موسيقى في كاتيجوري معين خاص بالدواب من حيث خطورته يصل نفح A و B و C و D و X هذا تجدوه موجود في الرشدات في أي رشدة الدواب حيث أنه يعطى للحمل في الحمل أو لا مثلا تجدوه يقولك هذا مصنف من الكاتيجوري A شو معنى هالكاتيجوري A؟ يعني أن هذا الدواب مجرب على أكرمكم الله حيوانات وعلى البشر أنه وجد آمن ويعطى ما فيش أي مشاكل أثناء الحمل لما تلقى الدواب هذا من الكاتيجوري B يعني هذا الدواب جربوه على الحيوانات أكرمكم الله ولم يجربوه على البشر لكن يعتبر سيف باعتبار أنه هو الجسم الحيوان أكرمكم الله أقرب شيء إلى جسم الإنسان فلهذا لم يجرب على الإنسان وجد أن الحيوان كويس معه هذا الكاتيجوري B يعني يعتبر A و B سيف أما الكاتيجوري C فهو إكيوتيشن يعني لازم تعطيه بحذر أنه هو جربوه على الحيوان وجد أنه فيه ضرر ولكن إذا وجد الإنسان أنه هو في حالة خطيرة جدا وأنه فائدة أكثر من ضرر عليه يعطى لكن بحذر والأفضل أنه الكاتيجوري C هده من عطاش إلا في حالات معينة وخاصة بالنسبة للكاتيجوري D والكاتيجوري X هذا اللي تجاه في الرشيدة يعني ممنوع منع باتن أنك تعطيه لأنه هو نظريا وجد أنه هو يسبب أتار جانبية أو مشاكل أخرى للإنسان وللحيوان فلهذا ممنوع منع باتن بالنسبة للكاتيجوري D والكاتيجوري X اللي يهم نحن الكاتيجوري D والكاتيجوري X اللي هي الأدوية الممنوعة منع باتن اللي لازم أنت تكون عارفها باش نصنفوهن عندنا أربع أدوية في C-S اللي هم ديازيبام وكاربومازيبين وأيضا عندي ريبوس لسين الفاليبوريك أسد اللي هو السوديوم فاليبوريت والليثيوم هدهنا أربع حاجة ديازيبام والفاليبوريك أسد والكاربومازيبين والليثيوم سوري عندنا خمس أدوية في الـ CVS اللي هي الـ AC inhibitor والأربز والتيازايدز ودلتيازيم والكورامينز هدهنا ممنوعات منع باتن وأيضا عندي في الكيمو تيرابي اللي هي الأنتيبيوتك تيترا سايكلين وجنتامايسن والتبرامايسن حتى هو هذا يعتبر أربع حاجات في الأنتيبيوتك ممنوعة الممنوع منع باتن تكلمنا عليها قبل شوية في أدوية حب الشباب الآيزيريتينوين ممنوع تحت أي ضرف هدهنا الـ D والـ X الكاتيجوري الـ D والـ X ويندرج الآيزيريتينوين اللي راهوا تحت المجموعة X يعني تحت أي ضرف ما ينعطاش يسبب تشوهات خلقية اللي هده اللي يهم نحن للكاتيجوري D والكاتيجوري X و長ولا يموعت شوية